على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد بسبب انخفاض واردات النفط وأسعاره ثم تتساؤلات عن صمت الحكومة إزاء شركات الهاتف النقالة التي يبلغ حجم الديون التي بذمتها أكثر من 100 مليار دينار اليوم كل دول العالم هناك مستثمرين يعملون في قطاع الاتصالات وهناك شركة وطنية تعمل في هذا القطاع إلا العراق محتكر من قبل شركات محددة إنشاء الرقصة الوطنية يجعل هناك منافسة بين الشركة الوطنية والشركات الأخرى من خلالها يتم تقليل الأسعار، إنشاء جودة جيدة وكثير من الإشكاليات تحل صمت الحكومة وعدم الضغط على هذه الشركات بدفع ما عليها من ديون يثير أسئلة كثيرة أهمها لماذا تلجأ الحكومة إلى الاقتراض وهي تعي أن باستطاعتها سد العجز المالي لدفع رواتب الموظفين إذا ما استحصلت على هذه الديون العراق الآن يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة حادة جداً يحتاج فيها إلى جميع الموارد المالية سواء كانت من الموارد النفطية أو غير النفطية وبالتحديد الموارد غير النفطية هي الأفضل مراقبون يرون أن بعض الأحزاب السياسية لديها علاقات مشبوهة مع تلك الشركات وتحاول الضغط على الحكومة من أجل عدم استحصال ديون تلك الشركات المتراكمة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات وحرمان الموازنة السنوية من تلك الأموال من أجل الحصول على عمولات وأرباح فراس الدليمي قناة الفلوجة بغداد